موسيقى السلام عليكم في هذا المقطع سنقوم بالتعرف على كيفية تفعيل خاصية البحث الآمن داخل محرك البحث جوجل وذلك بهدف منع ظهور المحتويات الإباحية أو الضارة كالصور ومقاطع الفيديو وغيرها من صفحات الإنترنت في البداية نقوم بتشغيل تصفح الإنترنت إكسبلورر ونقوم بزيارة موقع جوجل في داخل صندوق البحث نقوم بكتابة أي كلمة بحث ولتكون مثلاً سايبر سي ثري ومن ثم نقوم بالضغط على الآيكون الخاصة بالخيارات ونختار سيرتش سيتنغز في البداية تكون خاصية السيف سيرتش فيلترز في وضعية الديفولت وهي الوضعية المتوسطة طبعاً لدينا ثلاث خيارات الخيار الأول هو نو فيلترينج أي لا يوجد أي تصفية وهي الخاصية الغير آمنة الخيار الثاني وهي تصفية متوسطة على الصور ومقاطع الفيديو أما الخيار الثالث فهي خاصية ستريكت وهي الخاصية الأكثر أماناً والتي تقوم بعمل تصفية كاملة هذه هي الطريقة الأولى وهي الطريقة السهلة أو السريعة الطريقة الأخرى لربط خاصية بحث الآمن من خلال الإيميل وهو إيميل الجيميل حيث توفر لنا هذه الخاصية ميزة أنه لا يمكن لأي شخص التحكم بهذه الخيارات إلا الشخص الذي قام بوضع كلمة السر والإيميل خاص بالجيميل وهو يفضل أن يكون الأدبنستريتر نضغط على خيار Look, Save, Search والتي تنقلنا إلى الصفحة الخاصة بدخال معلومات اليوزر نيم والباسورد في هذا المستخدم طبعاً هذه الصورة على اليسار تشير بأن بعد تفعيل هذه الخاصية من خلال الإيميل خاص بجيميل في كل مرة سنقوم بالبحث إذا رأيت هذه الصور فهذا يعني أن هناك عملية البحث الآمن مفعلة نقوم بدخال الإيميل أو اليوزر نيم والباسورد ونقوم بالدخول إلى حساب الإيميل تظهر لنا هذه الرسالة الآن أنك ستقوم بعمل Look, Save, Search والتي بالتالي تقوم بتجهيز الإعدادات الخاصة بذلك نقوم بالضغط عليها وتبدأ بعملية التطبيق على كافة الدومينز الخاصة بجوجل الآن اكتملت الإعدادات أي أصبحت 100% نقوم بالضغط على Back to Search Settings وأيضاً لدينا رسالة هنا Save Search is locked across all Google Domains أي أن عملية البحث الآمن ستطبق على كافة الدومينز الخاصة بجوجل طبعاً في الشاشة التي كنا فيها سابقاً نقوم بإكمال الخطوات وذلك بالضغط على الزر Save في هذه الرسالة نلاحظ Your Preferences have been saved أي لقد تم حفظ جميع الإعدادات نقوم بالضغط على OK الآن عدنا إلى داخل محرك البحث Google طبعاً في حال قمنا بالبحث عن أي كلمة داخل صندوق البحث نقوم بالضغط Enter طبعاً الآن نلاحظ هذه الصور التي ذكرناها سابقاً موجودة أي أن هذا البحث يتم بشكل آمن أي أن جميع المحتويات التي ستظهر هنا هي محتويات آمنة سواء كانت من ضمن خيار السيرج أو من ضمن خيار الإماجز أو الصور أو أي خيارات أخرى وهي آمنة وخصوصاً عند استخدامها من قبل أبنائنا الطلبة أو من خلال استخدام الأطفال للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع سايبر سي ثري www.cyberc3.ae شكراً شكراً